أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكو أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في هيك بس إحنا حابين ندردش معاكو في هالمنطقة الطبيعية الجميلة رايح يرعى غنماته في هالمنطقة الجميلة تمام اللي تتعدى حدود الخيال في المناظر والطبيعة الخلابة فعلا طبيعة خلابة أخوان وأنا والله أنا أول مرة بأجي هنا صراحة ماشي لكن الطبيعة هاي ما كنت أتوقع أنه موجودة يعني أنا حاس حالي هسا في تركيا إخوان يعني مش حاس حالي أصلا بالأردس حاس حالي في تركيا وحاس أنه الجو والأكسجين اللي قاعد بأخذه فعليا إخوان بعطيني خلينا نحكي تجديد في الدم مش كل السلافة إشارات ومش كلها لازم لازم واحد يرجع للإشارات في كل الأحوان لما مش كلها إشارات ومش كلها بحش ومش كلها الأمور هاي لا فيه تنوع اطلع على منطقة تفرج على هالشجار تفرج على هالخضار تفرج على الأمور الحلوة هاي ماشي واستمتع واعلن هاي من أحلى المناطق اللي زورتها اللي هي دبين آخر دبين باتجاه برما منطقة برما فعلا يا إخوان واللي صورنا فيها الحلقة الماضية تبعة الأسياخ فعلا يا إخوان منطقة ولا أروح ولا أحلى هاي ايش الشجرة بعدين هاي بطم هاي ولا شو هي أنا لا أعلم ايش هي هاي لكن شوفوك يا من أحلى المناطق والله والله يا إخوان فيها أرالم فيها مش عارف ايش فيها قصص كتير طبعا هاي المنطقة بس السياحة فيها يا إخوان بس بالشتاء يعني لازمك تيجي تعال بالشتاء هون آآ بالصيف شو بصير بالصيف كلها ناس كلها ناس بالصيف كلها رصد بشري من أحلى المناطق وأرواحها وفعلا وفعلا يا إخوان آآ بتجدد بتجدد الدورة الجمعوية عندك أكسجين بكمية عالية وإشارات كمان بكمية عالية تمام وشغلات كثير بكمية عالية لازم أرجع للإشارات بكلها ماقدرش أكمل حلقة بدون إشارات بدموا الواحد صارت السلاحة والله العظيم إنها مشكلة خلنشوف ما أبقى ماشي طبعا إحنا الحمد لله بدعم الأخوان بدعم الأخوان أنا رح أفكرة رح نزل لكم فيديو في فيديو رح أسويه عندي في الدار لإثبات الزنجار وما الزنجار والأمور هذا مش زنجار تمام هذا مش زنجار وأثبت لكم إنه الزنجار إشي صحيح مية بالمية بالرغم كنت معارض ها كنت معارض كان معارض بواجه بس صدقا صحيح مية بالمية طلع رح أثبت لكم إنه الزنجار إشي صحيح مليون بالمية بفيديو رح يكون ثورة في عالم الفيديوهات إن شاء الله قريبا رح نزل لكم إياه خلينا نكمل على المنطقة المنطقة هاي يا أخوان المنطقة مرتفعة طبعا هو مش جبل واحد إحنا منحكي قاعدين على خمس ست جبال مراسقات تقريبا لبعض بنفس الطبيعة اللي إحنا شايفينها ماشي بنفس الأماكن الخلابة اللي إحنا شايفينها بعرفش ممكن توصل السيارة لهون والله هو العليم ما بعرف لقينا فطر يا أخوان الفطر اللي بيطلع بعد الرعد يعني بس ينزل البرق والرعد ماشي بيطلع فطر لقينا فطر بس أبعدنا عنه كثير المشكلة قريب ما بعرفناك في المنطقة هذيك لقينا فطر اللي بيدوروا عليه هذا بعد البرق والرعد يعني نطلع هيك شوفها تطلعة هاي فعلا بتجدد عندكم النشاط بتجدد عندكم الأمور هاي خصوصا الرجال بتجدد عندهم القصص الطرمة تمام تاخذو لكم عصاية زي هيك ماشي بظل ثابت شوي حركتك ماشي يعني بتجدد عندكم الدورة الدموية بتجدد عندكم الطاقة لاستقبال هالأسبوع اللي بكون أسبوع فعليا مدمر يعني بكون عندكم الطاقة عندكم تستقبلوه ايش هذا هذا البلوط هاي شجرة بلوط مثمرة مليان بلوط بس هاي بعرفش ليش هيك صايرة هذا البلوط يا اخوان يشتهر فيه الأردن تمام الأردن وتركيا وسوريا ولبنان يشتهروا بشجر البلوط اللي بيزبط في التدفئة في الشتاء ماشي لكن ممنوع هاي أخراج ممنوع فيها قص الشجر ممنوع فيها الأمور هاي طعا هذا الفيديو بس مجرد دردشي هيك يعني نبرجيكو احنا وين بنروح اه يعني شغلات زي هيك يعني في مناطق اللي احنا بنروحها بنصور فيها كذا فعلا بتكون مناطق خلابة حلوة جدا جدا ماشي وبتستاهل انه الواحد يجيها هاي كنه فيه ببغاءات هناك صوتة ايش هاذا ببغاء ولا شو هم مش عارف زي صوت البطل لكن ومش بطل ببغاء ممكن ببغاء ايشي زي هيك لا اعلم فاحنا بنورجيكو المناطق اللي احنا بنروحها انه احنا مش بس شغلة اشارة وهاي احنا لا بنعمل سياحة بنعمل مغامرات فعليا مغامرة اليوم بنعنا على الجبل فوق 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 على اخر الجبل فعلا كانت مغامرة حلوة يا اخوان شوفنا فيها شغلات حلوة الخضار اللي شوفناه الطبيعة الشغلات اللي انا مش فهم ايش هي شجرة ايش معرف شو هي شجرة ايش اللي شوفناها فوق لكن شوفنا شغلات حلوة فعليا أخوان طبيعة حلوة بنصح بنصح الجميع أنهم يجوا على المناطق اللي زي هاي يعملوا الرياضة هاي اللي احنا بنعملها هسا ترى فكرة مجانا مجانا والله ما بتدفعوا مصاري أخوان اعملوها هالرياضة مش ضروري تطلع عشان تبحش ولا تطلع عشان مش عارف ايش لا تطلع اعمل رياضة حرق دمك اعمل السياحة الداخلية هاي هاي سياحة الداخلية سياحة الداخلية مش ضروري انت تروح على الفنادق ومش ضروري انت تقعد في مطاعم سياحية ومش عارف ايش السياحة اخوان تقدر انك انت تعمل سياحة لنفسك سياحة الرياضة سياحة المشي تقدر تعملها لنفسك وتكون انت مبسوط منها فعليا مبسوط منها انت جاء منطقة زي هاي فعليا انت بتنبسط تلع شجار عمرها هاي شجر هاي اللي هناك عمرها اكثر من خمسمائة سنة الاكسجين اللي بطلع من الشجر هذا بالنهار هون فعلا اكسجين يعني نقي لا هو في عدم سيارات وله في الامور هاي فعلا تاخذ اكسجين بالطريقة الصحيحة يعني هي نصيحة يا اخوان حبيتوا تاخذوا فيها انتو حرين حبيتوش تاخذوا فيها برضو انتو حرين والله يا اخوان بتجدد روحك بتجدد الدم بتجدد كل الامور بترجع شباب احنا هاي مهمة كثير يعني ترجع شباب اللي فوق الاربعين يا اخوان بتعمل هاي بترجع شباب طلع محلها المنطقة طلع وين نورجيكم الفطر يا اخوان اللي شوفناه اللي بطلع بعد اللي هي السواعق او بعد البرق والامور هاي تمام نشوفه مع سوا بس عارف شوين هو صار وين صار ابو اداء وين مش عارفين من صار ضيعنا يا اخوان هذا لو بدنا نجمع فطر بنحط الفطر بمكان بنروح من امنع شوين بنرجع له اتوقع تحت هون اه امنع تبارا هاي يوم هاي يوم اتوقع هون هون وين راحل صار ابو اخو ذات هون كانت في المنطقة مش عارف وين راحل جوز مر احصيني شغلي اشي اكلهم جوز احنا احنا ما كان نهمش مش عارفين هو فطر سام ولا هو فطر احمد سام ولا حام ما بعرف هو فطر وين راحل ضاعن احس خيلوا الجبل كله فش في غير هال حبتين فطر هم حبتين جن بعض كان ما بتكون السعقة ضربت في في مكان هون ما اشي بتكون ايش تطلع بعد هالفطر على طول كيف بيطلع كيف بيجي كيف بروح الله ما حدا فاهم شي سلام يا سلام هاي الطبيعة يا اخوان بتنصوروها من تحت بتجو بتتصوروا بتصوروا المناطق بتكيفوا اموركم طيبة لقيت الفطر فش غير هالثنتين في الجبل كله الجبل تعبان هال حتى اشاراته تعبان طيب نشكر الجميع على المتابعة وان شاء الله في حلقات جديدة لقيتهم هاي لقاهم لقاهم يا اخوان استنوا استنوا هاي هم هيو هاي هاي مقدامك لقاهم خانشوف الفطر لأهل الصحراء بجوز ما بيعرفوش الفطر يا اخوان سأخبروش الفطر يا اخوان تمام طبعا هاذا اهاب اللي كسرهم يا اخوان ها هانا اللي كسرتهم أساس الجميعهم بأخذهم معاي هاذا الفطر اللي بطلعها عندنا في الاردن. طلعوا من هاي المنطقة. ثنتين بس. لفينا الجبل كله يا اخوان ما طلعش فيه فطر. بعرفش هذا تاكل ما بتاكل. والله لا اعلم. لكن طلعوا كيف هون. بصر كيف بطلع. للاحد هاسا ما حدا فاهم كيف الفطر بطلع. بضرب السائقة من هون بطلع فطر. طب من اجهد. ما هاتش بعرف. ماشي بزرعوه يعني. طبعا اخوان. هاي بو داي داخل الفطر. حلو. حلو كتير اخوان. واشي روعة. هاي هون ازرعو هيك. بعرف شواز بنزرع هو ولا بنزرع ايش اخوان. الله ما بدري. حلو جدا جدا. طيب بنشكر الجميع على المتابعة. كانت حلقتنا نهاية حلقتنا بالفطر هاي. تمام. الاشي الحلو. بنشكركم على المتابعة. ومنطقة استحق الزيارة هي المنطقة الواقعة ما بين اه منتزه دبين بنزولا باتجاه اه منطقة بورما. ماشي اه المنطقة العشمال او المنطقة الالمين زي ما بدكوا كلها مناطق مثل هيك مناطق خلابة وطبيعة روعة واشي حلو كثير كثير. تمام نشكر الجميع على المتابعة وان شاء الله في حلقات جديدة. في امور جديدة منوعة. ان شاء الله بتلاقي احنا وياكم لا تنسونا. من اللايكات مع الفطر هيك. من اللايكات. والمشي مشترك فقنا اشترك فقنا. اهلا وسهلا بكم. هاي الفطر.